السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي تلاميذ الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على النص الوظيفي الثاني من كتاب مرشدي في اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي إذن الصفحات 21, 22, 23 إذن قبل قراءة النص نجيب عن أسئلة الملاحظة إذن ألاحظ وأتوقع كيف يبدو الشخص الماثل في الصورة ولماذا إذن الشخص الماثل في الصورة هو هذا عدنا هنا الصورة المرافقة للنص إذن كيف يبدو؟ يبدو كأنه يعني باحث في علم الحفريات إذن كنلاحظو هنا بقايا بعض الحيوانات القديمة والتي تسمى بالحفريات إذن ولماذا؟ لماذا يبدو أنه متخصص في علم الحفريات؟ كأنه بجانبه هذا الهياكل أو هذا البقايا للحيوانات القديمة إذن يبدو الشخص الماثل في الصورة كأنه باحث مهتم بالحفريات لأنه بجانبه بعض بقايا الحيوانات إذن الحفريات هي بقايا الحيوانات القديمة ما علاقة الصورة بكلمة الحفريات الواردة في العنوان؟ إذن العنوان هو هذا ما علاقة هذه الكلمة بالصورة؟ إذن هذه الكلمة تشرح لنا الصورة إذن علاقة تكامل وترابط إذن الحفريات هي بقايا الحيوانات القديمة إذن هذه الكلمة فهي تشرح لنا الصورة إذن علاقة الصورة بكلمة الحفريات هي علاقة تكامل وانسجام لأن الحفريات هي بقايا الحيوانات القديمة سؤال ثالث ما المتوقع أن يتحدث عنه النص انطلقا من العنوان والصورتين؟ إذن العنوان هو عالم حفريات من المغرب والصورتين نلاحظ فيهم إذن الحفريات أو بقايا الحيوانات مع العالم هنا عندنا واحد المغارة أو واحد المكان قديم يعني فيه كي يبحثوا العلماء عن الآثار وعن الحفريات إذن من خلال العنوان أتوقع أن يتحدث النص عن عالم متخصص في دراسة الحفريات والآثار القديمة إذن أتوقع أن يتحدث النص عن عالم مغربي متخصص في دراسة الحفريات والآثار القديمة إذن سأترك لكم قراءة النص كي لا أطيل عليكم وأمر مباشرة للإجابة عن الأسئلة إذن أفهم وأحلل أكتبوا في الفراغ معنى كلمة حلقت حسب سياقها في الجملة إذن هنا عندنا الكلمة هي حلقت الجملة ومعناها في السياق إذن الجملة الأولى حلقت بعيدا عن أرض الوطن ما معنى حلقت في الجملة؟ هي ذهبت بعيدا حلقت بعيدا أي ذهبت بعيدا حلقت في سماء العلمي مثل الطائر معنى كلمة حلقت هنا أي تعمقت في العلم مثل يعني تعلقت في سماء العلم حلقت في سماء العلم أي تعمقت في العلم تعمقت في العلم حلقت شعر رأس ابنها معنى كلمة حلقت أي قصت شعر رأس ابنها حلقت في سماء العلم أي تعمقت في العلم حلقت شعر رأس ابنها أي قصت شعر رأس ابنها سؤال الثاني ما العادة التي ألف الأب فعلها إذن العادة التي ألف الأب فعلها هي أنه كل مساء بعد صلاة العشاء يفتح كتابا يقرأه باهتمام والتركيز سؤال ثالث لماذا استغرب الطفل حين رأى أباه يقرأ كتابا عن الحيوان إذن استغرب الطفل حين رأى أباه يقرأ كتابا عن الحيوان ظنا منه أن أباه يقرأ كتابا للأطفال يتحدث عن الحيوانات السؤال الرابع بما يهتم علم الحفريات إذن كما جاء في النص إذن الحفريات علم يهتم بالبحث عن بقايا هيا الحفريات علم يهتم بالبحث عن بقايا حيوانات وآثار قديمة لماذا؟ لفهم الحياة في الأرض إذن ذلك الحفريات تتعبر على واحد الحقبة زمنية معينة قديمة أعين في كل مرحلة من تعلم النزار إبراهيم الشهادة التي نالها جامعة أبريستول بإنجلاتيرا كلية الطب في جامعة بدبلين بإيرلندا وجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية إذن كل جامعة حصل منها على على شهادة إذن نال شهادة باكالوريوس العلوم من جامعة أبريستول بإنجلاتيرا حصل على درجة الدكتورة من كلية الطب في جامعة بدبلين بإيرلندا وبدأ دراسات ما بعد الدكتورة في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية إذن هذه هي الشواهد التي حصل عليها في هذه الجامعة هذه السؤال السادس أشرح معنى كل عملين من الأعمال التي قام بها نزار إبراهيم إذن المعنى دي الأستاذ أستاذ في جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية أي أنه كان يدرس في الجامعة الأمريكية باحث بجامعة بإنجلاتيرا أي أنه كان يقوم بأبحاث وتجارب علمية عد في متحف بالولايات المتحدة الأمريكية أي أنه كان عضو إلى جانب أعضاء آخرين مستشار لبرنامج تلفزيوني أي تتم استشارته قبل بث برنامج علمي شهير إذن أستاذ معنى أنه يدرس في الجامعة باحث أستاذ باحث عضو في متحف ومستشار لبرنامج تلفزيوني إذن أستاذ بمعنى يدرس في الجامعة باحث أي أنه يقوم بأبحاث علمية وتجارب عضو في متحف أي عنصر نشيط ضمن مجموعة إلى جانب أفراد آخرين مستشار لبرنامج تلفزيوني أي تتم استشارته قبل بث برنامج علمي سؤال السابع بماذا يمتاز المغرب في نظر العالم نزار إبراهيم إذن يقول هذا العالم أن المغرب أكثر هاتش باش يمتاز المغرب أنه أكثر البلدان ثراء في هذا المجال أي مجال الحفريات فهو يحتوي على آثار لجميع المراحل الرئيسية لحياة كوكبنا وتاريخه يمتاز المغرب في نظر العالم نزار إبراهيم بكونه أكثر البلدان ثراء في مجال الحفريات لاحتوائها على آثار لجميع المراحل الرئيسية للحياة على الأرض ماذا يرجو العالم نزار لبلده المغرب ما وجدت في الفقرة الأخيرة يتمنى بناء متحف وطني للتاريخ الطبيعي في المغرب إذن هاتش يتمنى لبلده المغرب إذن يرجو العالم نزار لبلده المغرب بناء متحف وطني للتاريخ الطبيعي في المغرب لتسليط الضوء على كنوز المغرب القديمة وحمايتها استخرج من النص ما يدل على ما يأتي اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة حب نزار للطبيعة حب نزار لوطنه المغرب إذن اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة ما يدل على اجتهاده وتعلمه وحصوله على مجموعة من الشهادات العلمية دون بلوغه سن الأربعين حب نزار للطبيعة بدأ اهتمامه بالاركيولوجيا والحفريات حب نزار لوطنه المغرب يعمل مع عدد من الباحثين والطلب المغاربة والعلماء وتمنيه بناء متحف وطني للطاريخ الطبيعي السؤال العشر لماذا أحب نزار إبراهيم علماء الحفريات لأنه كان شغوفا كما جاء في النص سنوريكم في النص لأنه كان شغوفا شغوفا بالعلوم وبعد قراءته لكتاب عن الضيناصورات وكذلك شاهد هيكل عظمي لضيناصور في أحد المتحف متحف برلين واهتمامه بقصص المغامرات وشغفه بالحيوانات إذن هذا هو السبب لجعل نزار إبراهيم يعني هذه الأسبب لجعلته يحب علم الحفريات إذن أحب نزار إبراهيم علم الحفريات لأنه كان شغوفا بالعلوم وبعد قراءته كتابا عن الضيناصورات أصبح شغوفا بالحيوانات ومهتما بقصص المغامرات البعيدة لماذا تجعلون القراءة نحب العلم وما أهمية مغاربة العالم بالنسبة لبلدهم إذن تجعلون القراءة نحب العلم لأنها تزودنا بالمعلومات العلمية وتشجعنا على البحث والمعرفة ومغاربة العالم يقدمون صورة إيجابية عن بلدهم ويعرفون به وبما يزخر به من طاقات لدى بلدان إقامتهم إذن مغاربة العالم يقدموا واحد صورة على البلدهم صورة إيجابية صورة مشرفة ويعرفوا بالبلدهم وبما يزخر به من طاقات سواء يعني من علماء من باحثين لدى بلدان إقامتهم إذن أستعملوا كما في الأمثلة سألته مندهشا سألت أبي مستغربا أجابني أبي قائلا إذن سنستعملوا على غرار هذه الأمثلة مثلا سألته متعجبا أو سألته محتارا سألت أمي متحمسا سألته أبي مستغربا متعجبا أجابني أخي موضحا أجابني أخي ضاحكا أجابني أخي مستهزئا أجابني أخي إذن قادت نسجعوا على غرار هذه الأمثلة المروا السؤال الموالي أعبروا عن معنى الجملة حلق في سماء العلمي مثل الطائر باستعمال عبارات وكأنه يشبه شبيها إذن مثل أول حلق في سماء العلمي وكأنه طائر يشبه الطائرة وهو يحلق في سماء العلم حلق في سماء العلمي شبيها بالطائر ورتبوا الجمل وأربطوا بينها لأنشئة تعريفا بسيرة العالم نزار إبراهيم إذن أول حاجة سنرتبوا هذه الكلمات هذه الجمل نشأ نزار في ألمانيا هي الجملة الأولى بعدها تعلم في عدة جامعات قام باكتشاف آثار ديناصور قديم أصبح عالما في الحفريات وشجع البحث العلمي في بلدي إذن إحنا نرتبناهم ده بغد نربطه بين هذه الجمل بروابط هذه نديره نشأ نزار في ألمانيا وتعلم في عدة جامعات فقام باكتشاف آثار ديناصور قديم ثم أصبح عالما في الحفريات كما شجع البحث العلمي في بلدي إذن هذه هي الأسئلة وبهذا نكون قد أنهينا حستنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حسة مقبلة